اشتركوا في القناة 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 سجنة الكرم المسائل اليوم وانتم مئدات خزائية وخير خزائية وشهادات المساعدات دي انتم لهم اشان يشكرون في نجام في البكالوريا حين سنة الفين وعشرين واربع ومن دمن الفائزين الاشر وخمسة في سبعتاشر دور الامتهن الشهادات تنين منهم اوين والمستفيدين في روحو بالمساعدات دي المدائية عن المحكمة هندوبة السيدة ناجي لام دون بويتاكواليك نقوندي قالت الشيدة اول من نوعه من هماجات في راس المحكمة هندوبة وزادت في كلامه وقالت بانتو السجنة دول شهادات عن السلوك الجيدة على حسب الخانون في مندليا التابعة لمقاطعة شاري باقرمي شهدت حالة من الفيضانات عن فوضى وفي حوالي خمسة عشر حي تعبيرا عن التضامن قدمت شركة الاتصالات المحمولة ارتل شات المواد الغذائية لضحايا المنطقة في 6 سبتمبر حبيبا انجيني محمد والتقرير بعد بنغور الشركة هند الاتصالات ارتل شات وصلت مندليا اشان تساني للضحايا هند المنطقة التبقض حوالي خمسين كيلومتر من العاصمة انجمينة والمساعدات دي مكونة من شوالات هند مسر وسكر وكاراتين هند صابون ومئدات آخره من جانب الشركة ارتل شات هدفة واحد محمد مساعدم المسؤول هند الالاقات الامة والاتمائية هند الشركة ارتل شات قال الشركة ما تقدر تشيف مندليا كبس وتخليا لازم تسايد السكان هند المنطقة وزاد في كلامه وقال بكونه بالمساعدات دي شركة ارتل شات قال اتساهم عشان تخفيف الطاب هند الضحايا هند الفيضانات والبادرة دي شكره من جانب الامدة هنا بلدية مندلية اسمان اببكر محمد وشكر الشركة ارتل شات وطلب المساعدة من الحكومة والمنظمات الخير هكومية ونذكر بكونه بطريقة هند المساعدة دي الشركة ارتل شات تجدد التزامه عشان تسايد السكان والمسائل التشادين في الاوقات الصعبة اعزائي المتابعين والمشاهدين وصلنا بالخبر دا لنهاية نشرتنا لليوم تلفزيون تشاد انفو وفريق عمل تشاد انفو يتمنوا لكم جميعا السلامة والصحة والعافية في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة